أنه بعد قرار مجموعة بريكس بانضمام مصري لهذا التجمع الاقتصادي الهام أعرب عدد كثير من الأحزاب السياسية المصرية والبرلمانية عن ترحبهم بالقرار والتأكيد على إيجابية طبعا الإيجابية المنعكسة على الاقتصاد المصري لأن ده شيء بيهمنا جميعا حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رجب بانضمام الحقيقة مصر الواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية وده على مستوى العالم وفي مجموعة بريكس كمان قالت الحزب أنها تستهدف كمان التجارة وأيضا تستهدف أيضا تبادل العملات الوطنية وإنشاء عملة مشتركة بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات وقال الحزب أيضا في بيان له أن عضوية مصر في تجمع بريكس تمثل نجاحا جديدا الاقتصاد الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ذلك بفضل السياسات الاقتصادية التي أدت لتحسين مؤشرات الأداء في الفترة الأخيرة ولفت الحزب أن نجاح مصر في الانضمام لهذا التجمع ويساهم بشكل كبير في توفير مصادر التمويل واستثمارات من مصادر مختلفة بما يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتخفيف هيمنة الدولار ويساهم أيضا في دعم عمليات الاستيراد الخارجي لسيما المواد الخام التي تدعم التصنيع المحلي وأيضا أكد حزب حماة الوطن كل المساعي التي تقوم بها القيادة المصرية لوضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم ده كان البيان اللي قدمه حزب حماة الوطن